اشتركوا في القناة تمرين ثاني بسيط تناولته كثير وراح نوريكم طريقتين للحل نقرأ اولا المطلوب اشترت ليلى ثلاث مجلات بـ 90 دينار جزائري تريد مريم شراء ست مجلات ونور تريد شراء ثناش مجلة كم يلزم كل منهما لدفع الثمن اكمل الجدول لتعرف ذلك هنا نلاحظوا انه رانا كل الاعداد مضاعفات العدسة الثلاثة طريقة الاولى وشي هي ابنائي اني نعرف ان اعرف اولا ثمن المجلة الواحدة هي شراء ثلاث مجلات بـ 90 دينار انا نعرف ثمن المجلة الواحدة ببساطة شديدة على مسودة تقوموا بعملية القسمة اللي هي تسعين تقسيم ثلاثة تعطينا النتيجة ثلاثين اذا قلت الطريقة الاولى اني نعمل هنا اذا كان ثمن المجلة الواحدة هو ثلاثين اذا ست مجلات كم يكون يكون مياه وثمانين ثمن اثناش المجلة كم يكون يكون ثلاث مياه وستين هذه العملية تقوموا بها على مسودة اذا ثمن 24 مجلة هي المجلة الواحدة بثلاثين دينار في 24 كم تساوي تساوي 720 دينار هذه الطريقة الاولى الطريقة الثانية راكم تلاحظون هو ينتقل كلها مضاعفة لثلاثة هنا تسعين هنا انتقلنا الضعف اذن سنت ببحث عن الضعف نعم هو 80 وهنا أيضا 6 انتقل إلى ضعفها مباشرة 6 انتقل إلى ضعفها إذن هنا أيضا انتقل إلى ضعفها ضعف 180 هو 660 هنا 12 انتقل إلى ضعفها ضعف 12 هو 24 إذن أبحث أيضا عن ضعف ثلاثمائة وستون وراحين توجدوا سبعمائة وعشرين هذا ببساطة انتم لكم الحرية في طريقة حلية التمرين الأول إذن ماذا لدينا لدينا السؤال أكمل الجدول التالي وفقط الجدول ما فيه الجدول فيه عملية تبدو كأنها تفكيك لدينا الحاصل الباقي القاسم والمقسوم ماذا يبدو لدينا أبناء قاسم ومقسوم وباقي ماذا لدينا لدينا إذن عملية قسمة هذه المصطلحات تخص القسمة أوضح لكم أبنائي أولا لمن لم يحضر معنا درس القسمة هنا لدي سبعمائة واثنين وعشرين تقسيم ثلاثة لدي هنا هذه النتيجة ولدي هنا باقي إذن هذا نسميه مقسوم مقسوم وهذا القاسم هنا الحاصل أو الخارج يعني النتيجة نسميها إما الحاصل أو الخارج الباقي هو ما بقي في نهاية العملية أنا هذا الرقم أو هذا العدد كيف أستطيع كتابته أكتبه بهذه الطريقة سبعمائة واثنين وعشرون تساوي ثلاثة في ثلاثة في لاحظة ثلاثة وستين زائد اثنان ببساطة لأنه اثنان هذا الباقي لازم نزيده هي تساوي ثلاثة في ثلاثة وستين في ثلاثة زائد اثنان اللي هو الباقي نفس الشيء هو أعمله لكم هنا أعطاكم هو أعطاكم هذا من العملية كيف فرق بسيط أو إضافة بسيطة أضافها هنا إلى التمرين سوف نعرفها لاحظوا معي هنا التمرين ماذا أعطانا أعطانا إذن نعرف أنه هذا هو الآن هذا هو المقسوم المقسوم أعطانا ربعمية وخمسة وستين هل هنا أكتب أربعمية وخمسة وستون لا لأنه قال لناقص صفر هذه ناقص صفر أبنائي مجرد إضافة هنا إبان تلميذ اللي يركز إذن أبنائي لازمكم تركزوا تقرأوا التمرين مرة واثنين وربما ثلاثة وبهن نبدأوا نجاوبوا لأنه كثير هنا يمكن ما ينتبهش ولا تختالط عليه الأمور لما أضاف أنقص هنا اثنين وهي بسيطة جدا عادي ربعمية وخمسة وستين ناقص اثنين إذن المقسوم هي ربعمية وثلاثة وستين ولو تقسموا ربعمية وثلاثة وستين القاسم على اثنين راح نجدوا الحاصل ما هو هو هذا أنتما يا إما تعودوا تحسبوا تتأكدوا ها هو أمامنا مباشرة هو ميتين وثنين وثلاثين نذهب إلى المثال الثاني المثال الثاني ماذا أعطانا أعطانا إذن نبدأ بماذا بالمقسوم المقسوم هو تسعمية واربعة وخمسين أعطانا القاسم ستة القاسم ستة إذن أكتب القاسم مكانه الحاصل مية وتسعة وخمسين مئة وتسعة وخمسون بساطة شديدة الباقي أين هو الباقي الباقي صفر لدينا المقسوم تسعمية وخمسين هل أضحنا تسعمية وربعة وخمسين هل هذا صحيح أو خطأ هنا لدي عملي الطرح نعطاكم الخيار أستطيع أنا لدي المقسوم الحقيقي هو تسعمية وربعة وخمسين يجب أن تكون هذا الطرف يساوي تسعمية وربعة وخمسين أستطيع أن أكتب تسعمية ببساطة شديدة من كثر شعر روحي وخمسة وخمسة وخمسين نقص واحد ببساطة لا أرتكب بعض الأمور التي تجعلني أخطئ في العملية تسعمية وخمسة وخمسين نقص واحد وهي تسعمية وربعة وخمسين نذهب إلى المثال الثاني هنا أعطاني المقسوم هذا بسيط جدا يعني بسيط جدا لدينا المقسوم هو سبعة لاف وربعة وثمانية وتسعين لكن هنا عملنا ناقص ثمانية يعني أنا هذا كأني أضيف ثمانية أجد الرقم اللي أعطاهوا لي هنا لأنه أبناء الرقم اللي أعطاهوا لكم هنا ليس هو هنا نكمل ملء الخانات ماذا لدينا الحاصل موجود هنا بدون إجراء العملية الحاصل موجود أضعه هنا ماذا لدي لدي تسعمائة وسبعة وثلاثون الآن ما بقي هنا في هذه الخانة هنا أضع الماذا القاسم القاسم لهو ثمانية ثمانية أما الحاصل أما العفو المقسوم فقلنا هو هذا هذا زائد ثمانية زائد ثمانية فنجده سبعة آلاف وخمسمائة وستة لا أخصد أضعها أعيد لكم الكتابة هنا نجدها سبعة آلاف وخمسمائة أبناء التحقق فقط هذا المقسوم نقسمه على اثنان فنجد هذه النتيجة نقسمه على ثمانية عفوا فنجد هذه النتيجة والباقي يبقى اثنان إذن أبنائي هذا التمرين كما قد فيه نوع يظهر يظهر فقط أنه فيه نوع مصعوبة لكن هو فقط تركيز تركيز لا أقل ولا أكثر لكن لما تحلوا هذا النوع من التمرين تكونوا فخورين جدا جدا بأنفسكم لأنه فيه من الذكاء ومن التركيز وأيضا من المعلومات إن شاء الله أبنائي الأعزاء نكون من فعتكم اليوم نلتقي في فيديو آخر نقول لكم في أمان الله شكرا